أهلا بحضراتكم من جديد مباراة الأمس أكيد كانت مباراة غاية في الأهمية الأهلي وسيراميكا فوزي نادي الأهلي بنتيجة مقنعة جدا جدا أربعة سفروا بأداء جيد تبقى للمباراة بظروفها كان ممكن يبقى أداءنا أفضل من كده وكان يبقى ممتاز إحنا ما وصلناش لمرحلة الأداء الممتاز لكن أداءنا كان جيد وفي الحقيقة بصراحة يعني أنت في المرحلة دي ما تفكرش خالص في أداء أنت تفكر في ثلاث نقط مرحلة حسم ومباراة كلها صعبة بتلعب فرق كلها تقيلة وصعبة جدا لأن كل واحد عنده هدفه في الفريق اللي بيبقى هدفه أنه هو يفضل في الدوري في الفريق اللي بيحاول يوصل المربع الزهبي وبالتالي الكل عايز يثبت نفسه في الأول وفي الآخر أمام النادي الأهلي لما تيجي تلعب النادي الأهلي بتبقى عايز تعمل كل حاجة في الكرة عشان تبان كدراتك يعني فبتطلع كل المجهود لو أنت عندك 100% حتطلع 200% مجهود وفنيات وتركيز فبالتالي من هنا جاية صعوبة المباراة كلها المتبقية للنادي الأهلي في بطولة الدوري بالتالي أيضا إحنا مش بنطلب من الأهلي أداء خالص لكن إحنا بنطلب نتيجة من بارح النتيجة تحقق بالأداء أداء جيد نسبية لكن نتيجة أهم في مرحلة مهمة من خلالها أنت بتقدر تاخدوا السقة مباراة تلو الأخرى عشان تقدر تحقق هدفك الأساسي والأسمة وهو الفوز ببطولة الدوري من بارح بصراحة ناس كتير جدا تقلقت من اللعب النادي الأهلي وأنا عايز يعني أتكلم التحديد عن محمد هاني محمد هاني عمل مباراة مميزة وأنا ابتديت بمحمد هاني لأنه هو من اللعبة اللي خدت انتقادات كبيرة جدا جدا بعد ما رجع من الإصابة كان مصابة في الحقيقة مش في التوب فورم مش في أفضل حالاته لكن إمباراة كانت بداية لعودة مستوى محمد هاني اللي احنا بنعرفه والمستوى اللي احنا متعودين عليه من لعيب مميز جدا كظاهير أيمن بصراحة وسهب مع النادي الأهلي في بطولات وألقاف كتير جدا وكان لعب مؤثر فعودة هاني بالمستوى ده عودة مميزة ممكن واحد دلوقتي يتفرج عليها يختلف معايا يقول لك يا عمي لأ فين ده هاني عمل ايه أنا هاجب لك لقطة بسيطة قوي معلش يا بيبو لو تقدر يعني جبها لي دلوقتي الجن اللي تلغى لنادي الأهلي أو لا الطرد الطرد تحديدا لعبة الطرد اللي طرت فيها عامر عامر مين اللي قطع الكورة وبصاها الكهرباء يعني قطع الكورة وعطل الهجمة بباصة الكهرباء الكهرباء بالتالي عمالها لقدام فكمل محمد شريف شاطها جات في ايد عامر عامر برا منطقة الجزاء فاضطرت عامر عامر فهو ساهم بشكل كبير جدا في نتيجة المقرأة محمد هاني بأداء مبارح بصراحة وبلعبة بسيطة جدا زي دي ممكن البعض ما يكونش ركز في الحاجات دي بس احنا بنقول لحضراتكم يعني ممكن اللي ما خادش باله نخليه أخد باله في جزئية زي دي لو عندنا اللقطة أيوة هي دي يبقى نجبها من الأول لأن بالتحديد الجزئية دي مهم لو مش عندنا الحتة اللي قابليها شوي في كل الأحوال في كل الأحوال الكرة كانت هجمة على النادي الأهلي هاني غطى بشكل أكثر من رائع بتاكلينج بباصة يعني تاكلينج بباصة كرة راحت لكهرباء لعبها طولية على طول لمحمد شريف فنتج عنها الطرد في النهاية واللي رجح كافة النادي الأهلي بنسبة أكبر في المباراة فمن دم جمل مباراة ومحمد هاني عودة الشناو مبارح مكسب كبير جدا استمرار محمد شريف في تقلقه وتواهجه في الحقيقة لعب مميز جدا ويوصل له الهدف رقم 18 أيوة هي دي اللعبة هي دي اللعبة بص هاني بقى أخلي عينك على عيني بص هاني عمل ايه اهو قطع الكرة بباصة الكهرباء كهرباء لاعب الكرة يا سلام يعني أنا بشكرة كبيبه جدا راح لعبها كرة طولية شريف تصرب فيها جات في إيد عمر عمر اتطرد فساهمت بشكل كبير جدا في يعني ترجيح كافة النادي الأهلي في المباراة فأنا حابب أن أتكلم شوية عم حامد هاني إحنا محتاجين له كل لعيب إحنا عايزين كل لعيب في كمة مستوى إحنا عايزين له حتى اللعيب لمستوى الليل شوية لا إحنا بندعمه بنسنده عشان يفوق ويرجع فدي بداية كويسة جدا لمستوى إحنا عارفينه من محمد هاني إن هو إن شاء الله بإذن الله مستوى يجيبه ويبقى في الشكل اللي بينتظره دايما جبور النادي الأهلي كلمنا عودة الشناوي مكسب كبير جدا من ضمن الناس كمان ياسر إبراهيم اللي جاب الهدف الأول وعمل مباراة جايدة هو ورمي ربيعة الشحات أنا من الناس المبسوطة جدا جدا بإحسين الشحات مستوى ناشاء الله في ثبات على مدار أربع خمس مباريات فاتوا بشكل أقصى من رائع لعيب بيرجع كفتك في أي وقت يعني السلية لعيب عالمي أنا بشوف كده أن في نفس الملعب بيقوم بكل الأدوار سواء دفاعيا هجوميا بيقطع كرات بيعمل كرات كمان طولية بشكل هجومي بشكل مميز جدا فكلها أمور مهمة لكن هدف أفشا هدف أقصى من رائع وأهداف مركة محمد مجدي أفشا هو لعب أو نجم النجوم اللي بيستمر في المستوى السابت والجايد ففي المجمل عندنا مكاسب كتير جدا من مباراة الأمس الأهم الاستمرارية في مرحلة صعبة جدا جدا من الموسم وهي مرحلة الحسمة بإذن الله تنتهي على خير بفوز النادي الأهلي بوطولة الدورة ده فيما يتعلق بالمباراة والنتيجة وبالأهلي وبأداء وبكل حاجة لكن استنى بقى عفوة